كارلو أكوتس هذا الشاب الذي شغل العالم بقصته وعمقها الإيماني والتزامه المسيحي فأثمرت هذه المسيرة ثمارها ومن طباوي وصل كارلو إلى القداسة هو شاب بعمر الخمسة عشر عاماً صارع جسمه الفتي سرطان الدم فغلبه المرض وتوفي بعد أشهر عام 2006 كارلو يشبه شبيبة اليوم فكان ضليعاً بالكمبيوتر والإنترنت فابتكر منصة رقمية عن المعجزات الإفخارستية حول العالم فاعتبره البابا فرانسيس في رسالة وجهها إلى شباب العالم نموذجاً للقداسة الشبابية في العصر الرقمي بعد موته قدم المجلس الطبي تابع لمجمع دعاوى القدسين في الفاتيكان رأياً إيجابياً بشأن معجزة منصوبة إلى شفاعته وهي شفاء الطفل في البرازيل كان قد عانى من مرض نادر نتيجة تشوه خلقي في البانكرياس وعام 2018 اعترف البابا فرانسيس بالطابع البطولي لفضاء كارلو وأعلنه مكرماً في خمسة تموز من العام نفسه وتم بعدها استخراج جثمانه سليماً أما الأعجوبة التي تم الاعتراف بها لإعلان تقديس كارلو فحصلت مع فتاة من كوستاريكا حيث سقطت عن دراجتها الهوائية وصيبت في رأسها إصابة خطيرة جعلتها بين الحياة والموت أسرعت وليدتها إلى السيزي للصلاة على قبر كارلو حيث تركت له رسالة تطلب منه التدخل قداصة كارلو رسالة إلى الشباب مفادها أن القداصة ليست حكراً على رجال الدين والرهبات أنت كمان فيك تكون إديس بعيش الإيمان والحب والقرب من الله